كبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري هل بك دكتور أحمد معي على سكاي نيوز عربية دكتور أحمد العالم شاهد ما حدث بالأمس اعتداء سافر و متقدم أيضا من ناحية العاصمة الإماراتية أبو ظبي جاء الرد سريعا ليلة أمس طبعا عبر ضربات دقيقة في العاصمة صنعاء ضد هذه الميليشيات لكن السؤال الأبرز بعد هذا التعاضد الدولي الواضح ما الذي سيحدث مستقبلا ناحية هجمات التحارف العربي على هذه الميليشيات خلال الأيام القادمة دكتور بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك أستاذ ماجد و الأخوة و الأخوات المشاهدين الكرام أولا لا بد أن أصل نقطة مهمة جدا وهو أن الاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة هو اعتداء على العالم بأسره لماذا؟ لأن أكثر من 190 جنسية في العالم تعيش في هذا البلد الآمن المطمئن وهذا الاقتصاد المزدهر الذي تذهب شرائنا إلى مئات الدول حول العالم وهذا ما يفسر لنا هذا التضامن الدولي على جميع الصعد سواء الصعد السياسية أو الصعد المدنية لماذا؟ لأن دولة الإمارات العربية المتحدة بسياستها التسامحية باعتداء لبسطها و بمنهجها و بانفتاحها على كل الأديان و على كل الكيانات العالمية و أيضا احتواءها لهذه المئات من الجنسيات الآمنة المطمئنة جعل العالم كله يشعر أن هذا الاعتداء الموجه إلى أبوظبي ليس لأبوظبي و إنما هو إلى العالم بأسره و هذه الحقيقة رسالة يلتقطها المجتمع الدولي ليظهر لنا هذا التضامن سؤالك الكريم بالنسبة لما سيتم من التحالف العربي أعتقد أن العجلة قد بدأت من شهر بقيادة الملكة العربية السعودية و الشقيقات الدولة الإمارات العربية المتحدة في استئصال و دك معاقل هذه العصابة لأن الحقيقة الآن العالم كله قد أدرك حتى الإدارة الأمريكية و أيضا الاتحاد الأوروبي أدركوا أن مليشيا الحوثي الإنقلابية هي من يعطل أي حلول في اليمن قدمة المبادرات أخذت إلى أكثر من منصة قدمة المبادرة السعودية هذه العصابة هي مجرد أداة تضغط على الزنات والطيران الذي أطلق على أبوظبي و أطلق على السعودية هي الزنات كان في اليمن ولكن الأمر جاء من طهران لفك أو لمحاولة رفع الضغط الذي منيت به مليشيا الحوثي الإنقلابية بعد كسرها في مأرب في شبوع على أيدي العمالقة و أيضا الخطط القادمة التي الآن بدأت تذهب إلى مأرب ثم أيضا إلى البيضة وأيضا ألوية أحمد صالح و ألوية اليمن السعيد التي تتجى إلى تأز الحقيقة هذا الاتجاه و هذه الخطط الاستراتيجية أصابت مليشيا الحوثي بالذهول ولذلك أنا أسميت هذا الاعتداء على أبوظبي و كأنها هي صرخة حوثية تستنجد بالإمارات لإخراجها من هذه الأزمة سواء الذهاب إلى مفاوضات أو إلى تهدية ولكن بيان دولة الإمارات العربية المتحدة كان واضحا أن هذا الاعتداء لن يذهب بدون أقاب و قد بدأ الأقاب من ليلة البارحة في استئصال و دك معاقل هذه المليشيا طيب و نحن نتحدث دكتور أحمد إعلان طبعا بيانات من الدومة الروسي بشجب و إدانة هذه الهجمات من قبل مليشيات الحوثي على العاصمة الإماراتية أبوظبي دكتور أحمد يعني كما قلت و تحدثت العاصمة الإماراتية أبوظبي و دولة الإمارات يعني من التقدم من الاستثمار من ناحية كل المجالات هي أكثر تقدما كثير من دول المنطقة هذا الاعتداء السافر و الذي استهدف مناطق مدنية محددة بعينها ما الأهداف التي كانت الكامنة وراءه كيف ممكن إيجاد حماية كاملة من أي هجمات مستقبلية مماثلة خلال الأيام القادمة أحسنت سؤال مهم أولا من المكاسب التي حققتها مليشيات الحوثي الإنقلابية صفر لأنه عندما يعتدى على أعيان مدنية و على مشتقات نفطية و على صهريج فهذا الاعتداء هو اعتداء على العالم مثل ما حصل في البواخر التي حصلت في البحر الأحمر و أيضا الاعتداء على السفينة الروابي التي في بناء الحديدة و قبل ذلك السفن السنغفورية والكورية هذا إرهاب بامتياز و لذلك هو لا يضير دولة الإمارات العربية المتحدة و لا يهز فيها شعرة واحدة لأن دولة الإمارات أكبر من أن تساد مثل هذا العمل الإرهابي و هذه الأعمال حدثت في أمريكا و حدثت في روسيا و حدثت في كل دول العالم الحماية الحقيقة أقول أنه لا يعتقد أحد أنه لا يوجد حماية في دولة الإمارات العربية المتحدة البعض قال أنها قد تجاوزت منطقة الربع الخالي و أن الربع الخالي الحماية فيه ضعيفة وهذا خطأ الربع الخالي كله محمي دولة الإمارات العربية المتحدة كلها محمية حق للشيبة موجود في الربع الخالي ولذلك الحماية مكثفة لكني أقول وأنا أتمنى من المشاهدة أنه يعي هذه النقطة الطيران المسير يسير بسرعة منخفضة على الأرض وهذا سيصعب كثيرا دائما على الإشارات الرادارية اكتشافها وهذا لذلك لم يوجد دولة في العالم تستطيع أن تحمي نفسها 100% أصيب الكرملين وأصيبت أيضا في البيت الأبيض وأيضا حتى إسرائيل تسلل لها كثيرا من الصواريخ سواء كان من لبنان أو كان من سوريا أو حتى من حماس وهي تدعي القبة الحديدية التي لا تقر الطيران المسير هو كأن يأتي شخص ويقذف بعبوة بيده في أي مكان ولذلك ليس مصرا لمن يقوم به وليس ضعفا أو هزيمة لمن يتلقاه ولكنها الإرهاب هو الإرهاب الذي يجب الآن أن يتوحد العالم لمحاربته وليس هناك حلا إلا بقطع رأس الأفعى في طهران وتقليم أظافرها في الوطن العربي العراق هناك ميليشيات لا تقل خطورة عن الحوثي وكذلك في سوريا وكذلك في لبنان وكذلك في اليمن كما نشاهد من هذه الميليشيا التي تعربت في ظل صمت وسكوت من المجتمع الدولي للأسف الشديد طيب دكتور أحمد المقاربة العسكرية بدأت بالأمس ضربات عنيفة وقوية من طائرات الف 16 والف 15 أيضا من قبل التحالف العربي المملكة العربية السعودية دولة المارات أيضا في صنعاء ومناطق عديدة مناطق البعض قال أنها لم تضرب من ذي قبل بعض المعسكرات الخاصة وتم تصفيت شخصيات حوثية رئيسية فيها هل هذه هي المقاربة أم سيكون هناك دخل مقاربات جديدة خلال أيام القادمة ربما للتقدم والقضاء التام على الحوثيين أحسنت أستاذ ماجد تلاحظ أن كلما زاد الضغط على هذه الإصابة بدأت تدخل متغيرات جديدة في عملياتها لأن الحقيقة استهدف الخط الأول من القيادات الكهنوتية التي تدير هذه الإصابة وأيضا استهدف الخط الأول والثاني والثالث من القيادات الميدانية العسكرية رفع القطاء الحصاني عن الأماكن التي كانت تختب فيها مثل مطار صنعاء وقاعدة الديلمي ومطار الحديدة وميناء الحديدة وميناء راس عيسى وميناء الصليف وأيضا المنشآت الرياضية داخل صنعاء لم يعد في اليمن منطقة آمنة تلتجئ إليها هذه الإصابة لذلك المقاربة هي على محورين المحور الأول هو التقدمات على الأرض باتجاه الحديدة وأيضا باتجاه تأز إضافة إلى تنشيط جبهة مأرب وجبهة نهب والذهاب إلى البيضة في الحالة هذه إذا شتت انتباه هذه الإصابة على أكثر من جبهة هي ضعيفة أستاذ ماجد المليشي الحوثي لم تنتصر في يوم من الأيام إلا بالاختلالات الموجودة في الشرعية وموجودة في الجيش اليمني ليس بقوتها وليس بكثرتها وليس بتخطيطها جاءوا بحسن إرلو وذهب مقبورا إلى إيران ولكن التفكك الذي حاصل هو الذي أعطاها هذا المساحة اليوم بألوية العمالقة الوطنية ذات البعد الوطني البعيد عن الأدلجة وكذلك قوات اليمن السعيد وكذلك الآن سيتم اعتماد قوات أحمد صالح الآن المطلوب من الجميع هو اتفاق الرياض في شقي العسكري وهو توحد الحراب من أجل معاقل هذه الإصابة والذهاب إلى صنعة هذا هو الهدف الاستراتيجي الذي أعتقد أنها هي المقاربة التي يجب أن تتوحد فيها القوات اليمنية كاملة من رياض الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشهري شكرا جزيلا لك دكتور اشتركوا في القناة